لكن لما نستبدلها دلوقتي بقى بالتواصل من خلال السوشيال ميديا الحاجة بقت بهتانة وما بقتش حلوة والرسائل ما بقتش تتقري والناس ما بقتش تحس ان هم حاضرين مع بعض فالناس تبقى حواليك وانت مش حاسس بيهم ولا يحسهم كمان بوجودك لما بيقل الود ما بين الناس حاجة غريبة جدا بيقل قوتهم بيقل ثبتهم بيقل سمودهم ويزيد التوجع والتصدع والجزع والفزع اربع حاجات بتزيد في الناس تخليهم يحسوا ان هم كأنهم بقوا مخوخين من جوه ويزيد في الناس التسول العاطفي الناس تحاول تقرب ولو هتدفع وتتنازل عن حاجات كتيرة وده وقت يمكن نشوف فيه اثار للتوحش للتوحش الفردانية وقلة التواد ما بين الناس فيحصل ظاهرة بنسميها ظاهرة شاشة العلاقات فالعلاقات أصبحت مش متمسكة العلاقات مع قل حاجة تتكسر كان زمان الناس تقول لبعض كلام وتفضل العلاقة مسكة نفسها ويفضل الناس متحملين بعض ويفضل الناس بتلتمس الأعذار لبعض ما بقاش زي زمان الكلام ده كان واحد بيجي يكلم حد يقول له أرجوك عامل ربنا فيا يعني عامل ربنا فيا يعني يخلي ربنا بيني وبينك عشان لو طلعت ربنا من بين علاقتنا هتشوفني على أني أنا شيء دم ولحم مش هتشوفني كأني إنسان مكرم اللي مكرمه ربنا سبحانه وتعالى وساعتها هتشوفني من غير مشاعر فتعمل اللي انت عايزه فتأذيني وعشان كده كانت الأم بتقول لي ولدها كده والأب بيقول لي أبناءه كده والزجين بيقولوا لبعض كده والصديق بيقول لي صديقه كده دلوقتي كل واحد فينا حاسس أنه هو مركز العلاقة ومصلحته هي الأساس يعمل اللي هو عايزه والعلاقة لو إن هي ما حققتلوش اللي هو عايزه وما حققتلوش مصلحته هي بقى علاقة ما لهاش لازم والعلاقة دي لازم ينهيها ويازم يتخلص منها حتى لو توجع اللي قدامه بأي وجع ولو وصلت الأزية لحد إنه هو ممكن يحصل له حالة من حالة الصدمة ولا دا يهزه ليه طيب؟ لأنه ما حصلتش مصلحته فأصبحت فيه ظاهرة اسمها بعد خلو العلاقة من التواد اللي أشار إليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ظاهرة اسمها بزنست العلاقات بزنس العلاقة مصلحتي ومصلحتك لو ما فيش مصلحة نبقى ليه في علاقة وأصبحت العلاقات في كتير من الأحيين ممكن تكون من طرف واحد وعلى هذا الأساس الناس إما تتسارع أو تتفرق على فكرة كان جزء من التواد ما بين الناس إن الناس تصبر على بعضها ترجمة نانسي قنقر